اشتركوا في القناة 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 كو عارف رسك اش كتدير حيث بزاف دي الاشخاص كيترقبوا اخطائك وكينتظروا اقرب فرصة مناسبة للنين منك ونفسك كتمنى غير ترجع الايام الخوالي وتسترجع صحتك لكن لأسف الامر صباح مستحيل واللي مشى ما كيرجعش حيثك العاطفية ماشي هي هاديك ما كتشعرش بالاستقرار في علاقتك بالشريك وكتسول نفسك لفين قيدك هاد العلاقة وخصوصا ان افقها غير واضح وندوزل عند برج القوس لأفق واسعة واحتمالة شتى وتنسيق غيريحك من قلق وغيصحح ليك بعض الاوضاع وخفف من مأكولات الغنية بالدهنيات والنشوية واللحوم وحياتك العاطفية كتحملك جوم المصالحة او لقاء او لقاء او عودة للحظات عاطفية جميلة كيفما كانت منذ زمن غدفعك تاعش مجدد وتقدم على خطوات مهمة جدا وصلنا البرج العقرب اللي كتقضي طيلة اليوم اجتماعات مهمة كترتبع لها عقرارات حاسمة وغتلقى الكثير من عروض العمل المغرية ودقق مزيان في كل ما كتناوله من مأكولات وخفف المقالي ولسيما بالمساء اما عاطفين غتتوجه بعض الملاحظات للجيب ديالك حاول تصرفاته غتناقشه بها وغتقدم من جهتك بعد التنازلات باش تنجح علاقتك بها اما انت يا برج الميزان فمهنيا غتتجتاز العقوبات وغتكون سعيد بانجازه غترتفع معناوياتك مجددا وغتبرها للجميع انك صاحب موهبة فضة وقدرة كبيرة على الابتكار واشهبلتي بغيت برونزة في هاد الوقت ما تعرضش نفسك الاشياء عالت شمس حيث بشرتك حساسة بزاف وعاطفين تبدو الافكار وادي حاورك غتكون قادر على تحقيق ما توريد وكترغب في اخذ المبادرة بعد تعب الايام الماضية وغنختم ما عندك يا برج الجدي اللي كتحاول تنهي مهمة كتشكل عائق بالنسبة ليك باش تنطالق بمشروع جديد مهم بزاف كتبرهن من خلاله ما انت عليه في الواقع ولازم تخفف قدر الامكان من تناول مشروبات الغازية ولسيما خلال تناولك الطعام وعاطفين كتنتابك شكوك توجاه الحبيب وكتشعر انه غامض بينما الحقيقة انت اللي غامض مشاهدين وصلنا نهاية ابراجنا لهذا اليوم غادي نوداكم حتى نتلقوا مع ابراج غضاء تبقى ولا خير